ذكريات جميلة مزالت علقة بأذهان المزارعين في العراق تحكي عن أمجاد النخيل عندما كانت السفن الصغيرة تصل إلى الأنهار الفرعية لتحمل التمور وتذهب بها إلى البواخر الكبيرة الراسية في الموانئ ليتم تصديرها إلى كل بقاع العالم العراق أكبر بلد مصدر للتمور في العالم تحول اليوم إلى مستورد لها في غضون ثلاثة عقود إثر تراجع أعداد النخيل من قرابة 35 مليون نخلة إلى نصف هذا العدد فقد كان العراق ينتج أكثر من 500 ألف طن من التمور سنويا تتوزع على أكثر من 624 صنفا بعضها من الأجود عالميا واليوم ونتيجة لأسباب عدة أهمها الإهمال الحكومي بات نخيل العراق مهددا بشكل كبير وربما يصبح من ذكريات الماضي في وقت ليس ببعيد نتيجة الأملاح التي جاءتنا هي التي خربت النخيل كلها هي التي سقطت كل ما عمرنا لا يقعدنا أي شيء في الوقت الحاضر لا يوجد حكومة لا يساعدنا فإذا الحكومة لا يساعدنا لا نستطيع كل شيء نفعل الفلاح اللي ما عنده مادة ما عنده قوت يومه ما يقدر يعمر حتما لازم يصير عنده قوت يومه حتى يقدر يعمر زي إذا ما عنده قوت يومه لازم يروح يشتغل يعوف القاع ويروح يشتغل فالقاع تندهر وتروح محافظة البصرة والتي اشتهرت ببساتين النخيل الواسعة وأصنافها المميزة تعد الأكثر تضرورا بين المحافظات الأخرى إثر خسارتها لأكثر من نصف مساحة بساتين النخيل فيها ولم يقتصر الأمر على تناقص أعداد النخيل فحسب وإنما اختفاء أو انقراض أنواع من التمور لم تعد تزرع اليوم كالقنطاري والإحويز والديري ضمن خمسة وعشرين نوعا اختفت من المزارع والأسوأ يعني أنواع كل جديدة كانت موجودة وكثافة شوف انتهت الشارع هذا الأجرد هذا الشارع كان تمشي ماكو يصير عليك شمس غلال كل غلال من نال الشط حسا شوف تلاحظ تكون أخوة ما موجودة ليش؟ من إجينا نحن كان الحرب الحرب دمارة دمار ساحق وتسيب ما حصلت دعم من الدولة الحقيقة والناس تفرقت بدمير أنحاء العراقل مراقبون وباحثون مختصون بالزراعة عزوا أسباب تناقص أعداد النخيل إلى تأثرها بالحروب التي شهدتها المنطقة والجفاف والتوسع العمراني على حساب المناطق المزروعة في حين عزها آخرون إلى التقصير الحكومي في رعاية شؤون الزراعة في العراق بخاصة فيما يتعلق بأشجار النخيل عدم توفر الدعم الحكومي أدت إلى ترد الوضع داخل السيبة وخاصة الوضع الزراعي وبالأخص النخيل وتراكمات الترسبات التي مرت على الأرض من أملح ومن ارتفاع المياه من لوحة الأرض وخاصة عدى بالأشهر السابع والثامن عندنا بالسيبة تعاني السيبة من هذه المسألة حتى الوضع العام للزراع انتهى بالسيبة الحقيقة معاناة القطاع النخيل معاناة كبيرة تعرف النخيل تحتاج إلى كميات مياه كبيرة الضرر الذي يصاب النخيل ضرر كبير من خلال الحرب العراقية الإيرانية هذا أول ضرر أصابنا والضرر الثاني الذي صار عندنا هو شحة المياه وقلة وصولها إلى محافظة البصرة تعرف الملوحة بدأت تهدد هذا القطاع الزراعي لأن المصدر الوحيد هو عمود شط العرب وإلى أن ينتهي مسلسل الفساد والإهمال الحكومي الذي اتصفت به حكومات ما بعد عام 2003 يبقى النخيل العراقي أحد معالم هذا البلد ضحية من ضحاياه الكثيرة ترجمة نانسي قنقر